موسيقى ما أقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل منك يا حمد يا ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل منك ولك يوم ما أقول لك يوم يا حمد البحرين تشهد ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدا في شدة حملات الاعدام وتصفية المعارضين السياسيين تتزامن مع هذا القمع غير المسبوق حملة اعتقالات واسعة طالت رجال دين ونساء وأفراد من عوائل الشهداء تحت ذريعة الكشف عن شبكات إرهابية مرتبطة بالخارج بعد اقدام السلطات على تصفية الشهيد رضا الغسر ورفيقه أعلن النظام في شهر فبراير الماضي تفكيك شبكة وصفها بالإرهابية مشيرا إلى اعتقال عشرين شخصا من بينهم أربع نساء وفي مقدمة هؤلاء الشيخ القشعمي مع أفراد من عائلته السلطات ادعت أن ثمانية من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والدخائر في الثالث من شهر مارس الجاري أعلنت السلطات مرة أخرى عن كشف تنظيم وصفته بالإرهابي يضم أكثر من أربعة وخمسين عضوة وادعت أن التنظيم يضم إثني عشر متهما بالخارج من إيران والعراق وألمانيا تم القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وأخيرا أعلنت السلطات اعتقالها لشبكة إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات ضد قوات الأمن العام بزعمها وادعت أن المجموعة التي تم اعتقالها كانت تعمل بتمويل وتخطيط من قبل معارضين بحرانيين في إيران وذلك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني الذي تولى تدريبهم في معسكرات يشرف عليها بحسب بيان لوزارة الداخلية الخليفية هذه الادعاءات تثير سخرية العديد من المراقبين ويتعامل معها المواطنون بالتعليقات الساخرة ولا يهتم بها الإعلام العالمي وليس سوى ورقة قديمة بطل مفعولها ولذا فتبدو هذه الادعاءات مسرحيات هزيلة قبيحة فعدد الخلايا التي تدعي الأجهزة الخليفية تكتشافها تضاعف على ذا الحوادث التي وقعت في البحرين ضد القوات الخليفية وأن تهمة الإرهاب باتت معلبة وجاهزة بانتظار كل مغرد أو حقوقي أو ناشط سياسي نأيك أن صورة الإرهاب متجلية وواضحة في ممارسات السلطة الخليفية باستباحتها اليومية لمنازل المواطنين ومحاربتها للشعائر الدينية لأهل البحرين ومنعها للصلاة واستخفافها بالأرواح التي أزهقت خلال شهرين من داخل السجن وفي خارجه وحتى في عرض البحر لقد جئناكم بالذبح لقد جئناكم بالذبح يا عباد المجوس تجدر الإشارة إلى تقارير كثيرة أظهرت رعاية الخليفين للجماعات الإرهابية التكفيرية والطائفية التي تجول في البلاد وتبث سمومها على مرأة ومسمع الجميع وصدق من قال رمتني بدائها وانسلت عني لكن هذه المسرحيات وهذا القمع لن تزيد البحرانيين إلا إصراراً على إسقاط نظام آل خليفة الإرهابي لجله من فرمس يسقق محمد! يسقق محمد!